سأعطيك ثلاث وصايا عملية أرجو الله أن يكتب لنا ولك بها النجاة إن كانت والدتك حية موجودة فاحرس كل الحرص على أن تدخل السرور عليها والله من أجل القروبات واحد أسباب التوفيق ادخال السرور على الوائدين وعلى الوالدة على وجه الخصوص فإن أردت بهذا وجه الله قصدت به وجه الله لا لشيء آخر بأن الله وصاك بها فإدخال السرور على الوالدة من أعظم أسباب التوفيق ومن أعظم ما سيعينك برحمة الله في غربتك هذه الأولى أدخل عليها السرور للمكالمة هاتفية تسرها بها توخ أوقات تعلم أنها تحب أن تسمع صوتك فيها جاء رجل لابن عباس وأخبره أنه قتل قال يا ابن عم رسول الله هل لي من توبة قال يا هذا أمك حية قال لا قال يا ابن أخي أكثر من الاستغفاء والعمل الصالح لما خرج ابن عباس تبيعه أعطاء ابن يسار تلميذ قال يا ابن عم رسول الله أراك سألته عن أمه قال والله لا أعلم عملا صالحا أحب وأقرب إلى الله من برد الوالدة هذا الأول الثاني لا يمر عليك يوم لا تقلب فيه بصرك في المصحف لا يمر عليك يوم لا تقلب فيه بصرك في المصحف ولو أن تقرأ جزء آية لكن هذا له أثر في حياة القلب خاصة مما يرأه الإنسان من مناظه الأمر الثالث فلتكن عظيم الحياة من الله أن تصبح يوم ولم تكن لله ولو ثلاث ركعات ثم استقبل القبلة وصله لله ثلاث ركعات باختيارك لا يجبرك عليها أحد تجعلها ذخرا لك في الدنيا وذخرا نكف القبر وذخرا لك يوم تلقى الله الله يقول ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلة وفي التنزيل وفي الحديث قالت فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدما سمعته يقول في سجوده اللهم أني أعوه برباك من سفتك وأعوه بمعافاتك من عقوبتك وأعوه بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأنتم لستم الذين تخبرون بلا ذات إخلتم الغرب رأيتم أهله ودياره شيئا عيانا لا تحدثون عن مجهول ومع ذلك عصمنا الله وإياكم من اللذة الحرام حتى اللذات المباحة والله لا توجد لذة أبدا أحظم من لذة السجود لله جل وحبا قال الله لنبيه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وحتى يعرف أن لا تعديلها للذة من موقف طاحت هب أن إنسانا مات على عمل يعمله لا يمكن أن يفرح أبناؤك أو والداك أو أي أحد يحبك بعد وفاتك بشيء أعظم منهم لو علموا أن فلانا ما تساجد هذا لا أظن أحد يبكي عليه لأنه قلنا أي حالة مقبولة ليست بحرام لكن كيف يعرف الإنسان إن هذا العمل لذيذ إنه يفرح لو أنه قبث على هذا العمل فإذا قام الإنسان استقرأ الإنسان الأحوال فالله لا توجد شيء ولا توجد لذة أعظم من لذة السجود لرب العالمين جل جلال عبد ساجد يقول في سجوده سبحان ربي الأحلى ينزه خارق وهو يعلم يقينا أن الله ضميل لكنه يتوسل للأه بهذا السجود أن يقربه منه فإذا قربك الله منه منه وأحبك فكل شيء في حياتك سيسره الله لك ويختاره الله لك وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه أفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وأرزمنا الله وإياكم كلمة التقوى صلى الله على محمد وعلى الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة